موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الفاضلين كل عام وأنتم بخير وأمتنا الإسلامية في أحسن حال أعاد الله عليكم العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم متمتعون بنعمة الإيمان والعافية يقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ما معنى شعائر الله هنا وهل ثم تتمييز بين شعائر الله تعالى وشعائر العيد وأي موقع تحتله شعائر العيد في المنظومة الشعائرية للإسلام وكيف يعظم المسلم شعائر عيده بالطريقة المسلى ما مقاصد تعظيم الشعائر وأي ثمار عملية لهذا التعظيم هذه جملة من الأسئلة المتعلقة بموضوع هذه الحلقة عن شعائر الإسلام وصور تعظيمها نحاول الإجابة عنها وكالعادة تأتيكم التفاصيل بعد هنا موضوع الحلقة هذا أضعه بين يدي ضيفنا الكريم الدكتور حاتم عبدالعظيم أستاذ الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم دكتور حاتم أهلا ومرحبا أستاذ جهاد والتحية والدعاء للمسلمين في كل مكان بالبركة والمعايدة عليهم بالعيد السعيد أحلوا الله على أمتنا وعلى شعوبنا وعلى بلادنا بالأمن والأمان والسلام والكرامة والعزة للمسلمين في كل مكان أمين يا رب العالمين دكتور بداية ماذا تعني شعائر الإسلام ما المعنى الذي ينبغي أن يتدافع إلى ذهن المسلم عندما يسمع هذا المصطلح كلمة الشعيرة في اللغة هي العلامة التي يعرف بها الشيء لذلك كان من عادة الجاهلية وأقر الإسلام ذلك وأبقى عليه إشعار الهدي وإشعار الهدي يعني وضع علامة في أذنه أو في رقبته يعلق شيء في رقبته يدل على أن هذا هدي فيتجنبه الناس ويوسعون له في المرعى والمسقى ومن ثم فالشعيرة العلامة التي يعرف بها الشيء وشعائر الإسلام يقصد بها الهدي الظاهر والعبادات المعلنة والعلامات المميزة للمجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات فالأذان شعيرة من شعائر الله إذا سمعته في بلد عرفت أن أهله مسلم شعائر الإسلام هي نفسها شعائر الله نفسه نعم لا فرق الأذان شعيرة من شعائر الله المساجد شعيرة من شعائر الله الصلوات الجامعة في هذه المساجد شعيرة من شعائر الله عقود الزواج بنظامها الإسلامي شعيرة كذلك الأمر الأعياد واحتفالات المسلمين بالمناسبات المختلفة من أعظم شعائر الإسلام التي يتميز بها المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات وقد تكرر مصطلح الشعيرة أو الشعائر في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل فنجد مثلا في قوله تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ونجد قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير البدن هدي الحج فالهدي في الحج شعيرة إراقة الدم في الحج شعيرة ويوم العيد الأكبر بالأضحية شعيرة والصفى والمروة والسعي بينهما في الحج كما سائر أعمال الحج الإحرام في الحج شعيرة الوقوف بعرفة شعيرة الطواف بالبيت الحرام شعيرة السعي بين الصفى والمروة شعيرة عبادة ظاهرة دالة على المجتمع المسلم أو على الإسلام مميزة له عن غيره من المجتمعات هذا بإجمال معنى الشعائر والشعائر مقصودة لأن الله سبحانه وتعالى يريد لمجتمعاتنا المسلمة أن تستبين بهويتها أن تعالن بهويتها الشعائر هي باختصار شديد المصطلح الذي استخدمه الناس حديثا وهو مصطلح الهوية كل الشعوب لها هوية تصنعها أو تصنع لها لتعبر بها عن نفسها في الواقع المعاصر العلم في كل دولة هوية وألوان العلم صناعة للهوية اللغة التي يتكلم بها الناس ويحرصون عليها وربما النشيد الوطني هذه أدوات الهوية في الدولة المعاصرة والشعائر عندنا في الإسلام هي أدوات هوية لإظهار الإسلام في ديار المسلمين ولتمييز المجتمع المسلم عن غيره من مجتمعات الناس حجاب المرأة المسلمة شعيرة من شعائر الله يتميز بها هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات وهكذا فإن الشعائر تتعدد وتتنوع وشعائر الإسلامية مأخذها من الإسلام ذاته من القرآن الكريم والسنة النبوية أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم لنظهر للعالم صورتنا الحضارية الكريمة التي تعبر عن الإسلام والشعائر في الإسلام لا تنفصل عن الشرائع ولا عن العقائد لكن لبيان طبيعة التعاون مع هذه الشعائر دكتور يعني تعرف أن هناك عدد من الشعائر يعني البدن التي تساق للهدي من الشعائر الصلاة من الشعائر وربما اللغة العربية تعتبر من شعائر طبعا لا شك هذا يدفعنا لحتى أن نتحدث بعد الفاصل عن كيفية التعامل وكيفية التعظيم وكيفية الإظهار لهذه الشعائر نريد أن نعرف أصناف هذه الشعائر وهل ثمت تفاوت في الأهمية والمراتبية بعض هذه الشعائر شعائر زمانية كأيام العيد كشهر رمضان كيوم عاشراء كتسع ذي الحجة كيوم عرفة على وجه الخصوص من هذه التسع هذه شعائر زمانية أيام ومناسبات لها مدلولات دينية وهي مرتبطة بعبادات وأصول العبادات في الإسلام أيضا ومن ثم فإن المسلمين يعظمون هذه الأيام بتعظيم الله لها كما أن كل أمة عندها أعيادها وأيامها القومية والوطنية المسلمون عندهم أيامهم الدينية التي تصنع هويتهم والاحتفاء بهذه الأيام بالطريقة التي أمرنا بها هو إظهار للإسلام في ديار المسلمين غايته أن تكون راية الإسلام وهوية الإسلام ظاهرة معلنة معظمة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وبعض الشعائر مكانية فالصفة والمروى مكان وهما من شعائر الله والكعبة البيت الحرام من شعائر الله والمسجد الأقصى من شعائر الله ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة من شعائر الله والمساجد التي هي بيوت الله في الأرض في بيوت أذن الله أن ترفع لأن في رفعتها رفعة للشعيرة والشريعة ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهناك مشاعر أو شعائر مكانية معظمها أو جلها هي المساجد برتبة المساجد المختلفة ومعلوم أن أعظم المساجد في الإسلام ثلاثة مساجد هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وهناك شعائر تعبدية ارتبط فيها مفهوم الشعيرة بعبادة مباشرة فالصلاة شعيرة والأذان شعيرة والحج شعيرة والصيام شعيرة والمسلمون يعلنون ذلك ويظهرونه من باب اعتزازهم بدينهم واعتزازهم بالانتماء والانتساب إلى هذا الدين ومن باب تقربهم إلى الله عز وجل بإعلاء الشعائر التي أذن الله وأمر الله أن ترفع وأن تعلن فيمكن أن نقول إن الشعائر زمانية ومكانية وتعبدية لكن جملتها تقوم على معاني دقيقة جامع بين هذه الأنواع جميع المعنى الأول هو تعظيم أمر الله عز وجل والمعنى الثاني هو إعلان هوية المجتمع المسلم والمعنى الثالث وتحقيق الترابط بين أبناء المجتمع المسلم بدون نظر إلى الأجناس والأعراق واللغات والألوان وهذه الأشياء تحقيق الانسجام الإسلامي تحت راية الإسلام سنذهب إلى فاصل نتحدث بعد قليل عن نخصه قليلا بالذكر شعائر العيد إن شاء الله وقفة قصيرة تتبعه عودة لمواصلة الحديث فلا تذهب بعيدا أسعدكم الله ما زلنا معا في الحديث عن العيد وشعائره وكيفية إظهارها وتعظيمها بالطريقة المثلى وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع دكتور حاتم عبد العظيم دكتور حاتم علامة تعويل في قضية الشعائر وتعظيمها هل على القلب أم على الجوارح؟ يعني ليس هناك انفصال في إقامة الشعائر ولا الشرائع بين القلب والجوارح والمسلم لا يتحرك قلبه في واد وجوارحه في واد آخر لماذا سألتك هذا السؤال؟ ربما مثلا تجد يعني بعض المسلمين يمر بظرف بكارثة بمصيبة فيأتي العيد يلبس اللباس الجميل ويتسوك ويذهب إلى الصلاة وقلبه في مكان آخر فهل هذا حقق غاية التطبيق؟ هذه مناقضة لمقصود العيد في الإسلام أمرنا الله عز وجل في الأعياد أن نفرح وأن ندخل الفرح على بيوتنا وعلى مجتمعتنا وأن نعلن هذه الفرحة وفرحة المسلمين بالأعياد حقيقة لا ادعاء ولا تصنع عبادة يتقربون بها إلى الله عز وجل الفرحة طبعا وما جعل العيد إلا لإدخال مظاهر البهجة والفرح يا أخي الإسلام ينشئ مجتمع ينشئ حياة ينشئ عمران ينشئ حضارة ليس فقط محصورا في مجموعة الشعائر التعبدية لذلك قلنا إن الشعائر ليست فقط شعائر تعبدية وإنما هناك شعائر زمانية كالأعياد لا بد أن تستوفي حقها وإظهارها وإظهار الفرحة والبهجة فيها أرضى لله عز وجل ولا يقل في قيمة وميزانه التعبدي عن البكاء في الصلاة أو الخشوع فيها أو الحزن في تلاوة القرآن الكريم لكل مقام مقال ولكل موضع عبادة تناسبه إن عكاس المعايير عند المسلمين يستدعي كل شيء في غير موضعه فتجده يوم العيد يجتر الأحزان بعض البيئات المسلمة فيها عرف فاسد بزيارة المقابر يوم العيد لا أجد وجها أبدا للمناسبة أو القبول في ذلك لأن الإنسان إذا زار المقابر وزار أحبته الذين فقدهم لا شك أن ذلك يحزنه فليس مطلوبا أن تستدعي مظاهر الحزن في يوم الفرحة وإنما المطلوب شرعا أن تكون الفرحة ظاهرة بادية وأن تكون نابعة من القلوب نفقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هل الفرح في العيد وهذا يريد أن أناقش معك هذه المسألة دكتور هل الفرح في العيد هي مسألة آلية تحصل في قلب الإنسان بعد الانتهاء من العبادة بعد نهاية رمضان أم أنه ثم تجهد ينبغي أن يبذو له المسلم حتى تحصل له هذه الفرحة العيد في معناه وفي مغزاء وفي أحد معانيه وشكر لله على إتمام عبادة كبرى وفريضة من فرائد الإسلام في عيد الفطر يأتي شكرا لله على إتمام شعيرة الصيام وفريضة الصيام والصيام أجل العبادات عند الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصومة فإنه لي وأنا أجزي به هذه العبادة الأثيرة عند الله الحبيبة إليه سبحانه وتعالى كافأ المسلمين عليها بأنهم إذا أتموها أعطاهم يوم الفطر ليكون عيدا لهم يفرحون من جملة ما يفرحون به بتمام فريضة الصيام وأن الله أعانهم عليها فتمموا شهرهم وصاموه وقاموا ليله إلى آخره ويأتي عيد الأطحى ليكون كذلك احتفاءا من المسلمين بإتمام شعيرة الحج وهو أيضا ركن أركان الإسلام فلا ينفصم في الإسلام ما هو الديني بالعبارة المعاصر عن ما هو الدنيوي لا يمكن أن نقول إن العيد مناسبة دنيوية والحج عبادة دينية الحج عبادة دينية متلبسة بالدنيا فيه منافع لكم والعيد احتفال دنيوي متلبس بالمعنى الديني فوشكر لله على إتمام شعيرة الصيام أو شعيرة الحج لا يمكن في الإسلام أمام أي تكليف أمام أي حكم شرعي مهما كان هذا الحكم أن تفصل ما هو ديني عما هو دنيوي لا لا الإسلام هو نظام للحياة الإسلام وبناء للحضارة الإسلام وصياغة للعمران العبادات فيه تصلح الإنسان ليكون قادرا على العطاء وعلى البناء ليست العبادات مقصودة لذاتها والله عز وجل لم يكلفنا بالعبادات لأنه محتاج إليها حاشاه عن ذلك بل بالعكس كلفنا بالعبادة لأجلنا نحن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المقصود لكم أنتم أما ربنا عز وجل فهو مستغنم بنفسه عن جميع خلقه لو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فوظيفة العبادات هي إصلاح الإنسان لماذا؟ لينطلق بهذه الطاقة من الصلاح إلى ميدان البناء والعمران نعم والإسلام لا تكتمل نظريته إلا بهذين الواجبين الإيمان العبادة والإيمان من جهة والإصلاح والعمران من الجهة الأخرى وهما طرف معادلة الاستخلاف في الأرض التي لأجلها خلقنا الله وأوجدنا وكرمنا وسخر لنا كل الموجودات في هذه الحياة فالعيد هو مناسبة دينية دنيوية قبل أن نتحدث عن العيد دكتور حاتم سنخصه بشيء من التوسع والتفصيل لكن يقول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يعني لو تحدثنا عن وجه العلاقة بين تعظيم شعائر الله وبين تقوى القلب الإنسان إذا عرف أن هذا أمر من الله عز وجل وجب عليه أن يمتلئ قلبه إجلالا لأمر الله توقير أمر الله وإجلال أمر الله وتعظيم أمر الله مسألة في غاية الأهم قد يكون الإنسان في باب العمل في باب الحركة عنده نقص وكلنا كذلك ويجبر الله ذلك النقص ولا يبالي به ما دام القلب سليما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنعقاد القلب على الخير إنعقاد القلب على قبول الأمر الإلهي على تعظيم الأمر الإلهي على إرادة فعل الخير هو الميزان الذي أوزن به العبد يوم القيامة نحن قبل أن نوزن بأعمالنا نوزن بقلوبنا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور المحصلة يعني قارن بين بعثر وحصل تكتشف مفارقة اللطيفة بوعثر تدل على الشيء الذي لا قيمة له ولا وزن لا جسام وحصل الثمر المقصود وأهل الزرع يفهمون مفهوم المحصول تمام هناك قشور وهناك لباب هناك صخور وهناك ذهب أما القشور وأما الصخور فبعثرت وأما النضار الخالص فهو من طوت عليه القلوب ومن عقدت لذلك فإن من شأ الصلاح والفساد بالنسبة للإنسان هو في قلبه والقرآن الكريم يركز على هذه القضية تركيزا متكررا حتى تستطيع أن تقول إنها من قضاياه الكبرى قضية ما هي الإرادة التي انطوى عليها قلبك وما هي الرؤية التي انعقد عليها قلبك يقول ربنا عز وجل من كان يريد العاجلة انطوى قلبه على شاوات الملذات الدنيوية فعظمها وملأت هذا القلب من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة امتلأ قلبه بتعظيم أمر الله وبحب دين الله وبالرغبة في الدار الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وفي الآية الأخرى يقول ربنا عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والمعنى إنه لا بد أن ينطوي قلب المؤمن على تعظيم كل أمر لله فيعظم الحرمات ويعظم الشعائر يعظم ما أمر به ويتمنى قلبه على فعله بأعلى درجة فمهما أتى من الطاعة لا يشبع يعظم الحرمات فيبغض قلبه كل معصية وهذا لا يعني أنه لن يقع في المعصية كل بني آدم خطاوت لكنه لا يقع في المعصية بقلبه يقع فيها بجوارح تكون المعصية من المؤمن غفلة الكفاتة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة أما أن تكون المعصية اختيارا من القلب فتلك هي المشكلة وفي حديث الإمام أحمد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها تقبل المعصية واقتنع بها واختارها وأرادها وراضي بها وساعد بها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها رفض المعصية وكارها وبغضاء حتى لو كان قد تلبس بها مرات نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين محصلة في الأخير هي محصلة القلوب وحصلة ما في الصدور حتى تعود القلوب إلى قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وقلب أبيضا مثل الصفا لا تضره فتنة ما بقيت السماوات والأرض أفهم من كلامك أن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى شعائر الإسلام ليست فقط مظهرا من مظاهر الإيمان وإنما دليلا من أدلة على الإيمان صحيح؟ صحيح مظهر ودليل فالمؤمن الحق ومن يعظم كل أمر لله سواء كان أمرا بالفعل أو أمرا بالترك يا أخي عبادة الصيام التي نحن يعني متلبسون بها عبادة الصيام هي في حقيقتها عبادة بالترك بل هي في أعلى درجات الترك جعلنا الله عز وجل في هذا الشهر الكريم نترك أصول الحلال التي لا غنى للإنسان في حياته عنه الإنسان لا قوام لحياته بدون الطعام والشراب والشهوة وقد عودنا ربنا بفضل ورحمته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معاوية رضي الله عنه الخير عادة والشر لجاجة أراد ربنا أن يعودنا أن يتكرر مننا الترك لما لا غنى لنا عنه حتى تنمو عندنا ملكة الترك فإذا تركنا الطعام والشراب والشهوة الحلالة في رمضان كنا أقدر على ترك الحرام بعد رمضان ومن ثم ما يقر في القلب من تعظيم أوامر الله هو الميزان الذي نوزن به عند الله يوم القيامة قبل أن توزن الأعمال وقبل أن ينظر إلى جلال الأعمال أو ضخامتها ينظر إلى صورة هذه الأعمال في القلب يعني قد يكون العمل في الأداء صورته عظيمة وفي القلب صورته مشوهة أو مشوشة لذلك كان من علامات أيضا موازين الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم نية المرء خير من عمله نية المؤمن دائما خير من عمله لأن قلبه عقد على الكمال ولأن طبيعته البشرية لا تعينه ولا تسعفه بهذا الكمال في السعي والكسب وهذا موضوع القلب يلتقي وينسجم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المضغة القلب لكن نتحدث بشيء من الخصوصية عن العيد وهو العيد مظهر أو شعيرة وشعائره من شعائر الإسلام الموقع والمنزل التي يشغلها هذا العيد وشعائره في المنظومة الشعائرية للإسلام طيب هو العيد لا تستطيع أن تحصره في دائرة واحدة كيف؟ العيد مقصود به أن يغير طبيعة الفرد الذاتية وأن يغير نظام الأسرة ومستوى انسجامها كيف؟ وأن ينعكس على المجتمع المسلم في جمعيته هذا متعلق بالثمار بعد الفاصل سنبحثه ليس عن الثمار أعني في معناه يعني العيد يريد الله عز وجل به أن يكون له دوائر تغيير وتأثير في كل المستويات يتغير به الفرد فيستشعر في قلبه معنى الحمد الكامل لله على نعمه وينضبط بأوامر الله عز وجل أمرنا أن نصوم وأن نكابد فصمنا وكابدنا صمنا النهار وقمنا الليلة وتلونا القرآن وجمعنا أصول العبادات جمعا في ثلاثين يوما وفعلنا ما لا يستطيع الإنسان عادة أن يفعله أينا يستطيع أن يصوم ثلاثين يوما سردا متتابعة صعب جدا لذلك كانت السنة في غير رمضان صيام الاثنين والخميس أو صيام أقصى شيء صوم يوم وإفطار يوم أفضل الصوم صوم داود عليه السن كان يصوم يوما ويفطر يوما لكن الجرعة في رمضان كانت كبيرة جدا صيام النهار وقيام الليل وتأتي في العشر الأخير فتقوم من أول الليل وتحيي آخر الليل بالتهجد وقراءة القرآن آناء الليل وإطراف النهار وزكاة الفطر ومع ذلك تذهب إلى عملك وذب الناس إلى أشغالهم في طاقها إلى حدثت وبعدين يؤمر المؤمن أن يتوقف عن هذا كله فجأة ويحرم عليها أن يصوم يوم العيد هذا يرسخ في النفس يا أستاذ جهاد مفهوم لانضباط حيث أمرنا أن نصوم صمنا أن نقوم قمنا أن نفطر أفطرنا فيصبح الطعام في يوم العيد في ميزان الصوم في اليوم الذي قبله عند الله في الأجر هذا يربي في النفس ملكة السمع والطاعة لأمر الله ملكة الامتثال لأمر الله عز وجل تصور اللقمة التي تفطر عليها يوم العيد ما موضعها في اليوم الذي قبله تصبح يوم العيد فيسن لك أن تفطر قبل يوم كبيرة هذه التمره في اليوم الذي قبلها تدخل جهنم ومن ثم هذا أيضا في منتهى الدقة الأهمية في بناء قضية الامتثال من العبد إلى الرب سبحانه وتعالى كما رأينا الصحابة عليهم رضوان الله وهم رقوع في صلاة الظهر يقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول من بيت المقدس إلى الكعبة فيتحولونهم في الصلاة معنى الامتثال هذا معنى يميز هذا شعير من شعائر هذه الأم تميز عن كل الأمم السابقة الأمم السابقة كانت أمم جدل وأمم لجاجة وأمم تمرد على أمر الله عز وجل وأمم احتيال أما هذه الأمة فأمة امتثال والعيد مظهر من مظاهر هذا الامتثال على المستوى الفردي والأسري والجماعي ما الكيفية التي يعظم بها المسلم يعني شعائر العيد الكيفية المختصود الكيفية المسلم مظاهر هذا التعظيم حضرتك قبل قليل أشرت إلى مسألة أن أصل التعظيم في القلب وهي مسألة نريد وأن نؤكد عليه لا يكون هناك عيد حقيقي نتقرب به إلى الله إلا إذا فرحت القلوب بقدوم العيد مهما كانت الأحزان محيطة بهذه الأم مهما كانت الآلام كبيرة هذه الدنيا بطبيعتها دار ابتلاء لا تصفوا من كدر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لقد خلقنا الإنسان في كبنت هذه طبيعة الحياة وهذه الطبيعة لا تمنعنا إذا جاء يوم الفرحة الذي أمرنا فيه بالفرح أن نعقد قلوبنا على الفرح فلا بد فعلا حقيقة من استشعار الفرح والبهجة في القلوب ولا يجوز لمسلم أن يأتي عليه العيد فيمرك غيره من الأيام ولا أن تجتر الأحزان وعيدوا عيدوا بأي حال عدت يا عيدوا بأنب هذه البكائيات خطأ ليست من مراد الله عز وجل ولا من تعظيم شعائره فإذا أردنا أن نجيب على سؤال كيف نعظم شعائر الله وشعائر الله ربنا عز وجل نسب تعظيم الشعير أصلا في الآية إلى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها أي تعظيم الشعائر من تقوى القلوب من سلامة القلب وصلاحي هذا ميزان من الموازين فأول صورة لتعظيم الشعيرة أن يستقر هذا التعظيم في القلوب وأن تفرح القلوب بقدوم العيد وترى فيه نفحة من نفحات الرحمة الإلهي ونحن لا نفرحه في العيد بالدنيا لا نفرحه في العيد بالطعام ولا الشراب ولا الثياب نفرحه في العيد برحمة الله عز وجل المتمثلة في الشعيرة السابقة الصيام في حال عيد الفطر أو الحج في عيد الأطحى وتمام هذه الشعيرة في الأمة واجتماع الأمة على هذه الشعيرة ونحمد الله أصلا على نعمة هذه الشعيرة نحمد الله على نعمة شهر رمضان ونفرح بهذا الشهر الكريم كما فرحنا بقدومه نفرحه بتمامه ونفرحه بالعيد أيذن الوسيلة الأولى لتحقيق هذا التعظيم وسيلة قلبية وأصل توقير الشعائر وتعظيمها في القلوب الوسيلة الثانية هي ما أمرنا به من الأحجام وقد شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم نسقا متكاملا للتعامل مع العيد شرعت لنا في العيدين صلاة العيد ويمظهم مظائر البهج صلاة العيد يغلب عليها معنى الاحتفال الاجتماعي أكثر مما يغلب عليها معنى العبادة الذاتية الفردية لذلك الأصل في صلاة العيد أنها جماعة وأنها جماعة ليست في المساجد وإنما في الساحات المفتوحة ليجتمع الناس جميعا في فضاء الأمة وفضاء الكون الواسع وليكون ذلك أدعى لأن يتراء الجميع وليكون ذلك أدعى لأن يحتشر عدد لا تطيق المساجد ولا تستوعب ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أحكاما في العيد فكان يلبس فيه الجديد كان من هديه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يلبس البياضة في الجمعة وأن يلبس الجديد في العيد وأن يدخل السرور على أهل بيته فيقول في أيام الأضحى هذه أيام أكل وشرب وبعال أو نكاح ومن ثم فإن إدخال وإدفاء مظاهر البهجة والسعادة على البيوت مقصود شرعي في العيد تبادل التحايا والهدايا والتهنئة بين المسلمين هذا أيضا يعني يضفي على المجتمع المسلم جوا مختلفا نفسا مختلفا زادا مختلفا القلوب تكل والقلوب تمل والقلوب تحتاج إلى ألوان من الأغذية كما أن الأجساد لا يصلحها جذاء واحد فكما أن الله سبحانه وتعالى عالج قلوبنا بالصلاة والصيام والذكر والقيام وتلاوة القرآن في رمضان فإنه سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه بالطبيعة البشرية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير عالجها ودواها بفرحة العيد ليكتمل في القلب معنى الإنسانية التي فطر عليها وفي الإنسانية حب لشيء من المتعة وشيء من الفرحة لا ينسجم المزاج البشري إلا به لذلك جعلت شعيرة العيد لكن دكتور في زمن النوازل التي تصيب عموما للمسلمين كالزلازل والكوارث والفيضانات أو المصائب التي تصيب بعض المسلمين كحالة الموت وخسارة الأموال والبيوت قد يجد المرء المسلم شيئا من الصعوبة في إظهار ظاهر البهجة والفرح في العيد سؤالي هو كيف للمسلم أن يوفق بين إظهار تعظيم شعائر الله بإظهار البهجة وبين حالة الحزن التي يعيشها بسبب فقده بيتا أو خسارة مالا أو أنه فقد عزيزا خصوصا إذا ما كان الأمر حديثا بحيث هذا التوفيق ينتهي به إلى طاعة الله وتجنب معصيته أخي العزيز استحضاروا معنا أن العيد عبادة لله وقربة لله وشعيرة من شعائر الإسلام يمحو ذلك كله يا أخي هل المبتلى لا يرفع الأذان؟ هل المحزون لا يشهد الجمعة؟ هل المصاب بشيء من مصائب الدنيا لا يصوم رمضان؟ يفعل ذلك كله ولا يجد تناقضا يذكر بين هذه الأشياء وبين أحزانه العيد أيضا شعيرة من شعائر الله عز وجل كما كل هذه العبادات والطاعة شعائر نحن يا إخواني لا نفرح بالعيد من باب الفرحة الدنيوية وإنما نفرح بالعيد فرحة دينية تعبدية نطيع بها ربنا ونتقرب إليه هذه واحدة الثانية الإخوة الذين فقدوا أحبابهم ونحن لا شك كلنا مصابون وكلنا مكتلون هؤلاء الإخوة ألا يثقون في أن هؤلاء الأحباب أصلا في عيدهم الأكبر عند الله عز وجل؟ أليس من حسن الظن بالله رب العالمين أن نظن بمن سبقونا إليه أنهم يخوضون في رحمته خوضا؟ وقد جاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم الموت ريحانة المؤمن أعظم ما يخرج به من حياته وربنا عز وجل يصور لنا حتى يهون علينا ما يجده المؤمن عند الموت؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي في لحظة الموت والاحتضار الاحتضار هو حضور الملائكة هذا المشهد ألا تخافوا ولا تحزنوا هذا ما تقول الملائكة بالحرف الواحد ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم يسمع هذه الكلمات في لحظة الاحتضار لا خوف عليكم لا تخافوا من القادم ولا تحزنوا على الفائت لا تخافوا من الآخر ولا تحزنوا على الدنيا نحن أي الملائكة أولياؤكم في الحياة الدنيا كنا معكم كنا شهودا على صلواتكم على دعائكم وعلى منطاعاتكم كنا نؤمن على دعائكم ونستغفر لكم ربنا وندعوه لكم وأنتم أحياء فكيف لا نكون أولياؤكم وقد خرجتم من الدنيا نحن اليوم أشد لكم ولاية مما كنا عليه في الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم الحياة بكدرها انتهت بآلامها انتهت والقادم وصف لا كدر فيه تجدون فيه كل ما تحبون فمن سبقونا إلى الله سبقونا إلى الرحمة وإلى الخير ونحن بقينا في الكبد والتعب فمن يحزن على من ومن يفرح لمن لا والله ما من مسلم يموت على الإسلام وظاهر أمره الإسلام والإيمان إلا ويفرح له بأنه مات غير مفتون في ديني فرحمة الله على مصابينا وعلى شهدائنا وعلى ضحايان في الزلازل وفي غيرها وعلى الأحياء أن يطووا هذه الصفحة وأن يكلوا من سبقوهم إلى الله إلى رحمة الله ورضوانه وأن يصلوهم بالدعاء وبالصدقات لا بالحزن ولا بالبكائيات ولا بإدخال النكد والهم والغم على الأولاد والأطفال والصغار في البيوت هل أفهم من كلامك أن تحقيق شعائر العيد دكتور تحقيقا شرعيا مرتبط عضويا بتحقيق الصوم في شهر رمضان كله بمعنى كلما كان الورو أكثر صدقا وتجردا وتحقيقا لمعاني الصوم كان كذلك في مظاهر العيد نعم هذا معنا صحيح ودقيق إنه المسلم رجل متكن لما يعمل ومن التفاتات القرآن الكريم في قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو يمعرضون إن الخشوع في الصلاة أن تقبل على الصلاة بكليتك إذا دخلت إليها تماهيت معها يعلمك أن تكون متقنا لكل أعمالك من تدرب في الصلاة على الخشوع يعني إذا دخل في الصلاة انقطع عن كل الأشياء إلا الصلاة يأخذ هذا الخلق إلى سائر أحواله وأعماله فإذا ذهب إلى العمل انقطع للعمل وأخلص فيه وأتقنه وإذا كان في أهله أخلص وأتقن إدخال السرور عليهم وأخلص التربية وأتقن التوجيه والرعاية فيكفيه الوقت القليل في البيت ليحدث الأثر الكبير هذه ملكة يورثها الإيمان قلب صاحبي ويرثها منهج الله عز وجل نفوس عبادي المؤمنين فمن أتقن الصيام وأخلص فيه وأقبل على الصوم بكليته يقبل على العيد بذات الطاقة طاقة التعبد في رمضان تتحول إلى طاقة فرح وإسعاد للناس في يوم العيد هذا معنى دقيق صحيح قبل أن نذهب إلى الفاصل سؤال الأخير هل تعظيم شعائر الإسلام تحديدا العيد هي من الواجبات أم من المندوبات؟ لا هي من الواجبات الكبرى من الواجبات الجماعية الواجبات الأحكام في الإسلام يمكن أن نقول إنها على قسمين أحكام فردية ما يسمى بالواجب العيني وأحكام جماعية ما يسمى بالواجب الكفائي وبعض الناس يتصورون خطأا ووهما أن الواجب العيني أعظم قدرا من الواجب الكفائي وهذا غير صحيح الواجب العيني تستطيعه وحدك وفائدته عليك وحدك والواجب الكفائي لا يستطيعه أحد الناس وإنما يستطيعه مجموعهم وفائدته جماعية لذلك ميزانه لا يقل أبدا عن ميزان الواجب العيني والعيد هو من الواجبات العامة التي خوطبت بها الأمة في مجموعها فينبغي على المجتمع المسلم كله أن يكتسي بمظاهر العيد وأن يظهر شعيرة العيد وأن يتآذر ويتعاون في ذلك لتكون عنوانا على هذا المجتمع أو عنوانا على الإسلام في هذا المجتمع فالعبادات الجماعية ميزانها عند الله عز وجل ميزان ثقيل كبير لذلك حتى الصلاة وهواجب فردي نحاسب عنه فرادة لكننا أمرنا به جماعة لأن لتكون الصلاة إصلاحا للفرد وإظهارا للشعيرة وإعلانا لهوية المجتمع المسلم بقي أن نتحدث عن مقاصد تعظيم شعائر الله وخصوصا العيد في هذه الحلقة والثمار العملية لهذا في واقع المسلمين وحياتهم وقف أخيرها تتبعه عودة لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة عن العيد أو شعائر الإسلام وتعظيمها ومع الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية أجدد ترحيب بكم دكتور أهلا ومرحبا أستاذ جهاد قد يسأل سائل هل أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيم هذه الشعائر وإظهارها في الحياة الإسلامية لذاتها أم لغايات ومقاصد بعيدة ينبغي على المسلم أن يدركها لا شك أنه ما من أمر إلهي إلا وهو مرتبط بحكم ومقاص قد يظهرها لنا ربنا غالبا أو يحجبها عنا أحيانا على سبيل الاختبار لكن ليس هناك تكليف شرعي إلا وله حكم لكن أليس الأصوليون يقولون عفوا دكتور قبل أن تكمل ألا يقول الأصوليون بأن الأحكام غير معللة الأحكام غير المعللة في مستوى الإدراك البشري يعني لا ندرك نحن علتها لكن لا شك وهذا مبدأ أصله الإمام الشافعي رحمه الله قال من قال بأن الله قد شرع للناس شرعا على غير حكمة فقد أعظم الفريات على الله هذا كلام لا نستطيع أن نقول وإلا لكان مؤدا أن هناك تشاريع أو تشريعات عبثية والله سبحانه وتعالى نفى العبث عن كل أمره وتكليفه إذن كل تكليف له حكم قد يظهرها الله هذا والغالب لنا لنعلم لماذا نفعل هذا أو يحجبها عننا ليختبر فينا قضية الامتثال التي تحدثنا عليها قبل قليل لكن هذه الأعمال التي نقول غير معللة هذا يعني أن لها عند الله حكما لم يطلعنا عليها العيد لا شك أنه من الشعائر المعللة التي تصل العقول والأفهام إلى معاني كثيرة لفهمها ولمغزها وقد قلت قبل قليل أن العيد له مقاصد على مستويات ثلاثة المستوى الأول مستوى الفرد والمستوى الثاني مستوى الأسرة والمستوى الثالث مستوى المجتمع على مستوى الفرد قلنا أن ترسيخ قضية الامتثال وانعكاس صورة الأعمال في القلب أو انبعاث أمن القلب أصل ومعالجة قلب الفرد بالفرح كما تمت معالجته بالعبادة قبل ذلك وفي الناس حاجة إلى ذلك روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن القلوب تصدع قلوب تكل وتمل لذلك إن الله لا يمل حتى تمل صلوا ما أطقتم الصلاة فإن الله لا يمل حتى تمل لا يريد الله مننا أن نكون على وطيرة واحدة وإلا كان خلقنا كخلقة الملائكة فإن هناك ملائكة سجودا من يوم يخلقوا إلىهم القيام وملائكة ركوعا لا يفطرون عن الركوع والسجود لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان خلقة مختلفة وهذه الخلقة المختلفة تجعله متعدد النشاطات ينتقل من حقل إلى حقل ويبقى معنى التعبد الإيمان خيطا ينظم كل هذه النشاطات فيفرح تعبدا ويحزن تعبدا ولا يرى تناقضا بين ذلك الحزن بالليل وهو يقوم الليل وبين ذلك الفرح في نهار اليوم التالي لأنه حزن تعبدا ولأنه فرحة تعبدا فمقام العبودية مقام جامع لكل الأحوار لحال الفرح وحال الحزن الفرح المنضبط يرسخ مفهوم العبودية ها أنا ذا يا رب قد فرحت بالعيد الذي شرعته لي قد فرحت بإتمام الصيام الذي أمرتني به قد فرحت بالجوائز التي أكرمتني بها في شهر رمضان قد فرحت بالثواب الذي وعدتني عليه في شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم يلفتنا إلى هذه الفرحة في قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وإذا أفطر هنا تحتمل الإفطار اليومية من رمضان عند المغرب والإفطار الأكبر بعيد الفطر الذي سمي أصلا عيد الفطر نسبة إلى ما يقع فيه من انتهاء الصيام والله سبحانه وتعالى يعالج الطبيعة البشرية بكل مناسباتها فكل ما جبل الإنسان على الميل إليه وضع له في الشريعة ما يحققه وما يناسبه وما يكفي ليعلم الناس أن في ديننا سعة كما قال صلى الله عليه وسلم أو أن في ديننا فسحة كما جاء في الرواية الأخرى هذا على مستوى الفرد على مستوى الأسرة إيقاع الحياة يا أستاذ جهاد قد يشغلنا ويصرفنا عن الاهتمام بتوسيق الوشائج مع أزواجنا وأولادنا في البيوت مع أبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأرحامنا الحياة إيقاعها شديد في هذه الأيام والناس مشغولون وربما تمر شهور لا يرى بعضهم بعضا لم نعود كما كان المجتمع الأول وهم في مدينة واحدة وهم ربما في بناية واحدة ينطلق صباحا ويعود مساء قد يقابله في المصعد أو لا يقابله هذا مشاهد معلوم لذلك أقول إن حاجة أمتنا في واقعها المعاصر هذا إلى الأعياد أعظم من حاجتها قديما لأن قديما الناس كانوا يتلقون في الصلوات ويتلقون في المناسبات وفي غير المناسبات والإسلام بطبيعته في نسقي الحضاري يعني يضغط باتجاه التماسك الاجتماعي وباتجاه التزاور والتجالس والتبازل المصطلحات الواردة في السنة النبوية التي تدل على هذا التفاعل فإذا حرمنا منه بإقاع الحياة المعاصرة يأتي العيد ليجبر هذا الانكسار وليعيد الأمور يعيد يعني وضع الأمور في نصابها ولو بالحد الأدنى فيتلاقى أفراد الأسرة ويتبادلون الهدايا والتحايا ويجلسون على موائد الطعام ويزور بعضهم بعضا فتلتأم الأرحم المقطوعة وهذا فيه تدخل مع سؤالي الأخير في هذه الحلقة ربما إذا ما كان المسلم حوى قلبا منضبطا تقيا نقيا يعظم شعائر الله وعظم هذه الشعائر بالطريقة التي يحبها الله بالطريقة المثلى ما الذي ينبغي أن يثمر عنه ذلك في الحياة الإسلامية الذي ينبغي أن يثمر ذلك ثمار كثير العيد إذا أقمناه كما أراد الله عز وجل يورس القلوب محبة وصفاء يعالج ما كان من جفوة في ميادين الحياة ويعالج ما كان من قطيع تحدث بيننا في التجارة وفي الأعمال وفي الأشغال وفي الجوار مشاكل فإذا جاء يوم العيد ودخلت عليك مهنئا مباركا بالعيد يمحو ذلك ما كان في الصدر قبله العيد يجعل المجتمع يستعيد تراحمه من جديد وقد جرت أعرافنا في بلادنا أكثرها على أن يتهادى الناس شيئا من الطعام في العيد أو يتهادى لحم الأضاحي في عيد الأطحى وهذا في حد ذاته استعادة لهوية المجتمع الإنسانية المتراحمة التي يريد الله سبحانه وتعالى العيد إعلاء لهوية المجتمع المسلم وأن المجتمع المسلم يحتفل بدينه إذا كان الآخرون يحتفلون بدنياهم وعندما يحتفل فإنه يحتفل منضبطا بالقيم الأخلاقية والأحكام الشرعية والآداب المرعية فلا ينفلت الزمام كما نراه منفلتا في احتفالات الآخرين فلا تشرب الخمور ولا تتعرى الأجساد ولا تتراقص النساء ولا تتداخل الأمور ولا تسقط القيم الأخلاقية لأننا في عيد وإنما أعيادنا تعبير عن ديننا بكل منظومة الأخلاقية والشرعية العيد هو عينة من الإسلام فيها كل خصائص العقدية والأخلاقية والشرعية والإنسانية ووجه من وجوه المجتمع المسلم التي يعلن بها إسلامه ويعلي بها انتماءه إلى هذا الإسلام ويعلن به هويته المتفردة المتميزة التي تميز بينه وبين سائر الأمم كل عام أنت بخير دكتور وأنتم بألف خير حياكم الله مجدد معايدتكم ومشاهدين الكرام كل عام وأنتم بخير مرة أخرى في ختم هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم في الستوديو الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية والشكر لحضراتكم على كرم المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة